وإلى ظواهر الزمن العراقي التي تنتقل من الطلاق والعوز إلى قطعة الأرض السكنية التي يحصل عليها المواطن بشق الأنفس قبل أن يصطدم بمشاكل يكشف عن بعضها الموظفون في محافظة ذيقار جنوبي البلاد الموظفون اشتكوا من تحول الأراضي التي وزعت عليهم مؤخرا من قبل الحكومة المحلية إلى مقالع ترابية ومزارع خاصة بشيرين لأن الجهة التنفيذية والأمنية عاجزة على اتخاذ قرار واضح لردع هذه التجاوزات فيما وصفوا الأمر بأنه مصيبة كبرى وتفاجأوا عند التحرك من أجل إفراز أراضيهم السكنية أن الأرض الصرف في المقاطعة 281 منذ 2008 تحولت إلى مقالع ترابية وتجاوزات فيها مزارع وبيوت وأطالبوا الجهات المعنية في الحكومتين المحلية والاتحادية وضع حل لقضيتهم قبل فوات الأوان لأنهم عجزوا عن تنفيذ مطالبهم في المناشدات السابقة خاصة مع صعوبة تحركهم بشكل انفرادي تحسبا من ملاحقات عشائرية